شو جمع رح نسمع منه اليوم شو بتقول هالمصادر والمراجع عن كلمة زجل تنرجع يا ستنا للقواميس والمعاجن اذا اخدنا المنجد بيقول زجلا زجلا يعني تغنى وتطرب وبيقول الزجل شعر محدد معجم لسان العرب بيقول عن الزجل الزجل هو الجلبة ورفع الصوت وخص به التطريب المحبي بكتاب خلاصة الاثر بيقول الزجل في اللغة هو صوت وسمي زجلا لانه يلتذ به وبفهم معانيه ولزوم اوزانه حتى يغنى ويصور كتاب المصبح بيقول الزجل هو رفع الصوت بالتطريب والزجال هو القوال والقوال هو المغني منوري هوجي بكتابه عن تاريخ الزجل بيقول كان الزجل بالماضي يتسمى لمعنى او القول وكان يقول للشعر اللي بنظموه الاوال وابن الفن وابن الزكاة وابن الكار المؤرخين والدارسين بيأكدوا تمام التأكيد انه الزجل من اختراع اهل الاندلس واعظم شعر نبغ بهالشعر بالاندلس هو ابا بكر بن قزمان اللي قال عن الزجل الكلمة المشهورة لقد استليته من الاعراب كما يستله السيف من القراب ومن زجله بتذكر هالبيتين بالله يطير يمدلل مربى وسط القفار اياك تغير العادة وترمي حجرة بدارة اقدم قصيدة مطبوعة من الزجل اللبناني بتاريخ هي قصيدة سليمين الاشلوحي اللي قالها بعد تحرير طرابلس بايام السلطان قلوه هالقصيدة قالت سنت 1280 يعني عمرها 720 سنة فاضل سعيد عقل بكتباته التراثية بيقول عن الزجل انه الزجل اللبناني هو ترار معيوش متواصل عمره 1500 سنة هذا اللي بعرفه من معلوماتي عن الزجل سلام نشكرك السيد اسعد يعطيك العافية سمعنا شو قالت المصادر والمراجع عن الزجل شو رأيكن نسمع شو بيقولوا الناس كاميرا لبنان الزجل التقت الناس بالشوارع والبيوت والجمعات وسألت وحملت هالأجوبة المتنوعة الزجل هو شعر بحد ذاته جمالا الزجل 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 الشعر واصلي على مصر تسمعوا فيها؟ طبعا والله بحب اسمع يا زجل فتسمع الزجل؟ معلوم بحب اسمت متل شو مسلا انت؟ اولا مين لأي جوة؟ طاليا حمدان وزارول الدمور منك تشطرة بالعرابي؟ منك شطرة بالعرابي؟ أبدا؟ ما بتسمع اشي عن الزجل؟ نا زجل يعني وطال كلمات ويشعر كلمات بلحقوا بعضهم بكونوا حلوين يعني جممتون وهيكي يمكن اجمل شي بالزجل هو اللي بيعلق بأزهان الناس خصوصا الختارية اللي شهدوا مواقف كتير وحلوة حكاية من الخبايا فقرة منلتقي فيها مع اللي بيراجعونا لماضي طريف وحلو من اجمل ما سمعنا بجولتنا مع الناس هالخبريات الطريفة اللي رويلنا اياها ناس اللهم علاقة بماضي الشعر الزجلي بلبنان ومن هالناس رح نحكي مع المهندس الشاعر الاستاذ شالهوب كيساب اللي رح يخبرنا شوي بعض الخبريات الطريفة اللي مرأوا بحياته واللي إلي علاقة بالشعر وبالزجل استاذ شالهوب صباح الخير صباح النور أهلا صغير شو بتحب تخبرنا عن خبريات مرأوا بحياتك عن الزجل خبريات الطريفة اللي علاقة بالشعر والله خبريات الزجل كتير 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 متوفرة ونحنا وعينا على فرقتين للزجل كانوا بتنافس بها دي كتير مني تشحرون الوادي او جوخة تشحرون الوادي وشوخة كان ألفها المرحوم اللي هم صعب ميت أمير الزجل لبنان أمير الزجل لبنان فكنا دايما نتابع هالأخبار ونفرح فيها ومن الطريب انه مره دعينا على مباراة بمدازة أوليفر برأس المتن وكان من إحدى الكؤوز بيعطوه لللي بقول أحسن قصيدة زجلية بهالمناسة فعلي الحاج الشاعر المشهور بفرقت بجوء تشحرون الوادي وعلي الحاج وانيس رحانة وانيس رحانة الله يرحمه عمل قصيدة لابن خيو قال له خد راهب الحفلة وبتجيب الكيس بدي أذكر فيه عشية طلع ابن خيو أخذ القصيدة راهب الاحتفاء وغيره كمان ألقوا قصائد تانية اللي ربحت الكيس قصيدة لشاعر من قرية بيت بيت قرية صغيرة اسمه محمد رسلان وديك اسمه علي الحاج فابن خيو أخذ له النتيجة قال له الكيس ربحه شاعر من تبيض اسمه محمد رسلان علي الحاج بحط يده على رأسه وقال له لابن خيو وقال له الحكم بالكيس الزاني بعيني وما رجح بحكم العدل عيني ما شفته ما شفته بس من حكمه عرفته احمار 24 دائمة ابن خيو أخذ هالردة وكتبه وبعطه ياه لمحمد رسلان على بتبيض انه عمي قال عنا كذا محمد رسلان بعطه جواب فورا قال له اللي حكم بالكيس لجنة مغربلة وقدرها من حكمها زاد وعلي محمد نبي الفن محمد نبي الفن لكن حضرتك رابع خليفة بعد منه يعد حلو حلو فهاني بيربط الشعر بالتاريخ وقداش لازم يكون الشاعر عنده ثقاته وعمق وخلفية تاريخية تا يقدر ينتو الشعر يكون فعلا على مستوى نحن عم نلتقي الناس بالشوارع وبالبيوت وبالجامعات تمنوا علينا انه نسمعهم شي من الجوءات القديمة ووعدناهم ووعد الحر دين شو رأيكم بأول حلقة من لبنان الزجل نسمع أول جوءة زجل ع أرض لبنان وهي جوءة شحرور الوادي رح نرجع سوا لسنة 1950 ونسمع جزء من حوار شعرين علي الحاج وانيس روحانة كم مرة بمرة بتندق كم مرة بمرة بتندق وما في مرة كنت تروك بجي من رسلك هدك بلكي عالماضي بتفوق وبالجي قصو ملكي عالماضي بتفوق قطع العنق بأحدى برق عم يحفظ النات حكو الحج بيده سيف الحق حيده من ضربه حيده هو يمكن واحد بالمليون ما بيفقحا بالإيده ويمكن واحد بالمليون ما بيفقحا بالإيده عقلك طار وجسمك صار بذلي عم يرعى هلعت مش لازم اسم الكرار يتجرس في جسم امرتوا يتجرس في جسم امرتوا يتجرس في جسم امرتوا كان اسميك بالمدمار حسامه روصت ذلميزت وحسامك في ذر خيار ما بيعلم حديده هُو يمتى الواحج بالمليون مبيفقاها على ايدو شروقه بتعني لي من....."لون.. من sugar سامع بالشروقه لا.. ما بعرفنا سامع بالشروقه لا.. أه.. دقيقة لن أخبض أكيد ليس كأ تكون سامع باللون من قلوان الزجل اللي هو الشروقه أكيد شو بتعرف عنه للشروقه آه على بعرف يعني شو بدأ إيلك هلأ أنا تعال إيلك أنه بفهم بالزجل مضبوط ما بعرفش في الاستاذ استاذ رفيه هون الشروقي لون من ألوان الزجل اليوم طاغي على حفلات شو عار الزجل كتير سمعناه وبنن نسمعه دايما شو لقيت بالمصادر والمراجع استاذ أسعد صعيد عنها الموضوع محسن الهزان اللي كتبوا رشيد نخلي بالزجر اللبناني ببلش بها الشطرة شاعر رباب من عاد طبي في الكرام من هالشطرة في عنكمش الخيط طبع الشروق ايه الشروق ايه هو القصيد البداوي اللي بيغنيه شاعر الرباب يمكن من هونه علاقة بكلمة الشرق شروق ايه مش حارب بس انه من هونه بيقول شو هالمصادر شو بتقول ابن خلدون بيقول اهل المشرق يسمونا هذا الشعر بالبدوي المستشق الفرنسي جان لوسير بيقول الشروق هو نوع من الاصيد احمد ابو سعد بيقول الشروق هو الاصيد البداوي اللي وصلنا من القبائل اللي نزحت من الشرق السبب في وزن بالشعر العربي هو زيت وزن الشروق لا شروق البداوي ما الو علاقة بالوزن العربي الوزن مستخدم الشروق اللي عم نقوله اليوم الشروق اللي عم نقوله اليوم هو من بحر البسيط مثال منه من قصيدي معروف للشعر وسبحاتين بيقول وطح الحزيني تنادي ربها يمعين فرج همومي من الكربات وجليها بوها بفكره يزفها لابن ستين وبعدها صبية ولون الورد خاوية مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون الشروق البداوي كتب منه بس رشيد نخلي بمحاولته كتابة محسن الهزان بالشروق البداوي بس بعتا قد نلقى صعوبة كبيرة بيقدر يجمع مفردات ساع هالقصيد الطويلة صار طرعين نحنقول هون من الشعر البداوي من مص رشيد نخلي بيقول يمير من فوق الطويلع بيومين مربع وضيح الرحب لتقول جنة نسبع بعمدان الدهب طول رمحين والخز والديباج من تحت هنة ويصفلو هنلا مطل ويا محسن الهزان وتشوف بالعين اخت الجمر اللي تقول للعاق الجنة دباحة العينين من بين هدبين لو سيلوك السحر بتقول هنة عم نتعبك يا استاذ أسعد دايما انك عم تفتش بكل هالمراجع لتلقي لنا دايما اشي عن قلوان الزجل مفيش تراث إلا إلو جذور بهمنا كمان الناس تفهم جذور الشروقي اللي هو تراث معيوش وراح يضل عايش الزجل موجود بكل بيت لبناني ومع كل ختيار خبرية غريبة وطريفة زرنا من ضيع لبنان حراجل عشقود ووادي شحرور والتأينا بناس بعدهم بيتذكروا مواقف كان الزجل فيها سلطان بيقول طانوس عبدو الصيفي وصقط سهوا اسمه الصيفي والعالم كلهم بيعرفوا طانوس عبدو كان شاعر وقطب من أخطاب جوءة شحرور الوادي لمن سألوه زاتيهم بيقول فيها الشاعر الإلهام لو بالفرد نام متضل روح واعي تقرس سلام الشاعر حرام يموت بجروح الهوى وما بيصوي صح بيموت الغرام هاي اللي طانوس عبدو أنيس روحانا بيقول ببيت زجل ببيت عتابة كتير كتير مهم بيقول فيقوله للغريب يزيل شكه ولا يغر الفقير وبكبر شك ولو كل شبر عنا صاروخ شك ومنبقى هاون قلنا هالطراب حلو هالبيت العتابة آي لانيس روحانا مرة قال التقى الشحرور وكان بآخر قيامه بلقمطية عبيسأل أنه قال الزرايل عبيفتش على ليل الشحرور لأنه قربت قيامه كان مريض وعبيسأل صار يسأل بلقمطية أسعد مرق من هاون مين شافه هاي قصايد طويلة عفوا في صبية عبد ضيف من جين قهوة فاركة شيت بخيط بس الجادي كبت من جين القهوة على صدر الضيف فجأت باية قالوا بسيطة شلحة الأميس من غسلة من أولا الأميس للصبية وقال له بده غسل ونشره كاي ومش لازم لك تصاي يتوقفه القلب شوي لا تشدي على المكوية بجلسة قديمة بطير يمكن حوالي شي ثلاثين سنة مع الشاعر الكبير بوربيع موسى زغايب صديقنا وحبيبنا عم بقول قصيدة ونحنا كلنا ساكتين وما حدا نحن بيقدر يجاوبه لأنه فيش مننا كان شاعر بيحجمه لا يقدر يجاوبه قال قصيدة ثلاثين عربعين بيت بالآخر حصيت أنه مش هيخلي حيطان بهالبلاد بدي كعكرهم كلهم يعني وصل لوقت بيقلي فيا أنا مش أنت بدي بدي روكز يغني قبالي وحكمه أنا وبدو شاعر بيحجمه لا يغني مقابله ولكن من ضعفي وبقوله أنه ضعف أو قاته عند الحاجة بيصير قوي بقى جوابته لأبو ربيع بقى له يا موسى الله يخليك وياخد من عمري ويعطيك مروق الصعب يجيبه لون لكن اللي عنده بوديه مرحبا أهلا مختلف المجالات الفنية رح نشوفه الليدي بغير مصادر يعني بالتاريخ شو رح يقول عنه مع الشاعر أسعد سعيد رح نشوف شو حملنا من التاريخ عن هاللون من ألوان الزجل واللي هو أهلا وسهلا فيك استاذ أسعد أبو الزلف من الموالية والموالية لها بتراثنا أكثر من عشر أغاني رح نحكي عن أربعة بس الزلف و ثلاث خيات اللي هن اليادي ع العين مليفين والروزنة رح نبلش بالشاب أبو الزلو شو بتقوله مصادر عن الموالية بيقول ابن خلدون كان لعمة بغداد فن من الشعر يسمونه الموالية في ناس بيردوا الموالية لنكبة البرامك ببغداد لأنه هارون الرشيد منع شعراء الفصحى يرثوا البرامك موالي البرامك ابتكروا هاللحن وبيقولوا أول بي يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس أين الذين حموها بالقنى والترس قال طراهن رمم تحت القبور الدرس بسكوت بعض الفصاحة ألسنتهم خير عرفنا منين جاي الموالية تنعرف اسم الشاب الحلو أبو الزلو الزلف إلو معنى المنخار الصغير المستقيم الطرف اللي كانوا كتير يستحلو الزلفة باللغة هي الست الحلوة الجميلة كتير من هون عرفنا إنو هت أبو الزلف يعني الشاب الحلو بالمناسبة بتحضرني من الذاكة الشعبي الشتهية اللي مش مكتوبة هالقصة عن أبو الزلف صبيحة مجرة بدت مليها من النبع الصافة وبيضحش خيال بحصانه العطشين لعوكر الماء بطلع فيه بتقول له هالهات هي هات يا بو الزلف عيني يا مولية يشرب حصانك بفر يلعوكر الماء حلو بقى لو احصانه ما ينغفر تكسرلك الجرة وبرجعك عهلك عم تبكي بلا ماء بتقول له بدك تكسر جرته انشاء الله يموت احصانك وترجع على ديرتك ماشي بها البرية بقى لقبل ما احصانه يموت انشاء الله يموت جوازك في صغير جوزك وتعيش بديرة هلك ارمى ليمنسية قبل ما يموت جوازي انشاء الله تموت امراتك وتقدي طول العمر تبرم حوالي هاي الخبري جي انا ابو الزلف وقلنا طلي تانية باخوات ابو الزلف بحلقة تانية اكيد ما كلب ساز اسعد انا بدي اشكرك كتير الحقيقة بدي هنيك على الزكرة طيبة ماشاء الله يعني عم انتعبك معنا بهالفقرة تعب جميل مع الشي اللي بتحبه وهاللون انا تحبه وعايش فيه الله يخليك ساز اسعد واهلا وسهلا فيك لبنان الزجل شكرا كاميرا لبنان الزجل ازبقت بناس بعدهم بيتذكروا مواقف طريفي ترسم البسمة على القلوب والشفاك مشاهدينا نحن هلأ ببيت الشاعب تانيوس رزق العشقوتي اللي حبينا نسمع منه خبريات صارت معه بالماضي وخاصة عن الزجل تانيوس رزق العشقوتي عنده صولات وجولات بعالم الزجل والشعر الاذاعات والتلفزيونات وخاصة مع الجوءات وكمان بالكتب لانه هو مقلف العديد من الكتب استاذ تانيوس رزق العشقوتي اهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان وببرنامج لبنان الزجل اهلا وسهلا فيكن جميعا واللي بتذكروا انا بحفلة زجل لجوءة زغلول الدمور التقايت بالشاعر زين شعيب من بعد طول غياب قلتله يا زين العشقوتي عليك اشتاء وملقاك محيي اشتاءت عليك ومن عينيك عرفتك مشتاء عليي ومره قمت بزيارة للشاعر موسى صغير ومن بعد ما دقايت عالباب وما حدا جاوب اكتبتله هالبيت لما باب بيتك دقايت وبعد الدقا مرديت اكتبتلك بيت من الشاعر وعلقته عالباب البيت حلو كتير طبعا متل ما منعرف لانه جولاتك عديدة وكتير طبعا عندك بعض خبريات تانية تخبرنا اياها شو بتتذكر وشو عالق بذكرتك غير هالخبريات بايام الصبا تلقاك بصبية حلوة ومن كتر مصارف تتغنج قلتله اخ منك اخ وكملت وقلتله الاخ كلمة بتعرف اللي بيقولها اديش حامل من ازا مفعولها وساعة مبدك بترحميني بتقدري عني تردي الاخ قبل وصولها حلو كتير وكمان بايام الصبا تلقايت مرة بصبي وصارت تتحكيني بلغة العيون التبتل لو قل شفتك قبالي وصارت الانظار تشرب مقفة من خمر كاسك ومن دون ما قرب انا عن نار قرب خيالي غمرك وباسك شو كمان بتحب تخبرنا بعد شو بتتذكر خبريات من هالنوع شعرية طبعا كان الشائر خليفي عواد يحمي العصى ومره تلاقى بشخص كان عخلاف سابق معه قال له شو مبين ختيارت يا خليفة قال له بحمل العصى عندي ميل مشكلتين بينفضوا من جهها بتشد الحيل ومن جهها للبعاد حلو كتير شو في بعد هيك ترائف مثل هالخبرية الخبرتنا مرة كان شخص قاعد مع الشاعر خليفة عواد بقهوة الازاز قال له هالزلمة اللي قاعد هونيك إلو ساعة بيتطلع فيي قلتك شو قصته قال له خليفة هالتطليعة فيها سرار وعالحقيقة رح انبيك زياته في عنده حمار ضايع منه مشبوه فيك شكراً لكم اشتركوا في القناة